المزيد من التفاصيل حول وقاع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي نستعرضها سويا مع الزميل الكريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري إليك كريم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من المؤتمر الاسبوعي لرئيس مجلس الوزراء هنا في العاصمة الإدارية الجديدة حيث أكد رئيس مجلس الوزراء اليوم في هذا الاجتماع على عدد من الملفات من أهم هذه الملفات هي الملفات الخارجية والتعامل مع الأوضاع الخارجية وتصاعد الأوضاع في الإقليم بشكل عام وتحدث عن أن مصر قد حذرت من قبل من مغبة تصاعد هذه الأحداث وما ستؤثر عليه هذه الأحداث في مصر والشرق الأوسط بشكل عام وأكد على إدانته الشديدة ورفضه للعدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلية على كنوب لبنان بالطبع هذه هي النقطة الخاصة بالملف الخارجي أما بالنسبة للملفات الداخلية وهي النقطة الثانية كان من أهم النقاط التي نتحدث بها في هذا الاجتماع هو التركيز على ملف الاستثمار الداخلي وأيضا فكرة الاستثمارات الخارجية داخل جمهورية مصر العربية وفكرة الرقصة الذهبية وزيادة عدد هذه الاستثمارات وأيضا تحديدا الاستثمارات الخاصة بتخارج القطاع الحكومي من عدد كبير من المنشآت والمشاريع الحكومية بشكل عام هذه نقطة النقطة الأخرى أيضا كانت تتحدث في ملف التعليم وملف التعليم تحدث عن استخدام المنشآت التعليمية غير المستغلة في عدد كبير من المحافظات وإعادة استغلال هذه المنشآت مرة أخرى هذه نقطة النقطة الأخرى هي الهدف منها هو تقليل كثافة الطلاب داخل هذه الفصول أو الفصول التعليمية بشكل عام في مصر كنا تحدثنا من قبل حساب أذكر في المؤتمرات السابقة أن مدوسط كثافة الطلابية في الفصول تقريبا ستين طالبا هو الآن وصل إلى ما يقرب من خمسين طالبا وما زال العمل جاري على تقليل هذه الكثافة النقطة أيضا الأخير التي تتحدث فيها هي الجزء الخاص بدعوة عدد كبير من خبراء الاقتصاد وأيضا المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من رؤساء النقابات من أجل أن حضور هذه المؤتمرات الدورية الأسبوعية لمناقشة الملفات الاقتصادية الخاصة التي تخص المواطن بشكل مواجه هذه الصورة من العاصمة الإدارية الجديدة